تنفيذا لتوجيهات صاحب السمون الملكية الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بزيارة إلى منطقة قلالي وذلك للإطلاع على احتياجات الأهالي من الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة وقد التقى سعادة الوزير بأهالي منطقة قلالي حيث أكد أن الوزارة لا تأل جهدا في توفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة وذلك وفق الميزانيات المتاحة وبرنامج عمل الحكومة وأكد سعادة الوزير أن الوزارة أنهت المخططات اللازمة لتنفيذ ممشى قلالي والذي من المؤمل البدء في تنفيذه خلال الفترة المقبلة كما قامت الوزارة بدراسة وافية عن احتياجات منطقة قلالي من خدمات الصرف الصحي في المناطق الحديثة ووضعت خططها لتنفيذ مشروع ربط تلك المناطق مع الشبكة الرئيسة ومن ضمنها منطقة واحات المحرق وفيما يتعلق باحتياجات منطقة قلالي من مواقف السيارات وجه سعادة الوزير إلى إيجاد أفضل المواقع التي تخدم أهالي المنطقة وذلك لتخصيصها كمواقف للسيارات وفق الميزانيات المتاحة لذلك وبالتنسيق مع جهات الاختصاص أما بالنسبة لمرفأ قلالي فقد أكد سعادة الوزير أن الوزارة ستعمل على تطوير المرفأ عن طريق إعداد دراسة وافية عن الوضع الحالي للمرفأ وإيجاد أنسب الطرق لتطويره ليخدم صيادي قلالي والمناطق المجاورة طبعا هذه الزيارة هي تنفيذا إلى توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالنزول ميدانيا إلى المناطق في مختلف المدن والقرى للاستماع إلى هذه الملاحظات وإلى هذه الاقتراحات وأيضا إلى إطلاعهم على مشاريع الوزارة في مختلف قطاعاتها هناك عدد من هذه المشاريع لهذه المنطقة إن شاء الله سوف ترى النور في الأشهر القادمة وهي ضمن برامج الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة ككل هذه المبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حقيقة المبادرة هذه بقيام بتوجيه وزير الأشقال لزيارة منطقة قلالي والاستماع إلى المواطنين وإلى حاجات الدائرة هذا دليل قوي على أن سمو رئيس الوزراء يبحث عن تلمس احتياجات المواطنين هذا دليل أنه قريب سمو رئيس الوزراء من المواطنين قريب من معاناتهم هذا الأمر أعطاننا أهل قلالي نوع من الأريحية أعطاننا نوع من الحب إلى سمو رئيس الوزراء بتوجيهاته نحن نثمن هذه الزيارة ونتطلع إلى ترجمة هذه المتطلبات إلى واقع نحن المواطنين تأكد بأن جميع الطلبات التي يطالبون فيها وصلت بالفعل للجهات المختصة وفي نفس الوقت أبدأ الوزير تأكيده لجميع المواطنين أن الطلبات هذه هي قيد الإجراء فيه جزء منها قيد الدراسة وعلى وشك الانتهاء منها والجزء الآخر خلاص يعني تحولت إلى منقصات وتحولت إلى برنامج تنفيذ فهذا شيء جدا مهم كان واجب على أن نوصل إلى المواطن الحمد لله الفكرة وصلاة شيء آخر لعلى زيارة هذه يمكن تعطي نوع دفعة إضافية لتسريع أعمال تنفيذ المشاريع والطلبات المواطنين قدموها هذا بشكل أساسي